مشاهدين وللحديث أكثر عن الانتهاكات الإيرانية في الخليج العربي وأثارها على حركة الملاحة الدولية انضموا إلينا عبر سكايب نسطنبول الخبير العسكري العميد عبدالله الأسعد مساء الخير مساء النوع هيكم الله وزارة الدفاع الأمريكية تنشر جزء من مجموعة قتالية في الخليج العربي ردا على محاولات إيرانية بتهديد تدفق التجارة في مضيق هربوس كيف تقيمون مثل هذه التحركات الأمريكية حاليا في الخليج العربي مساء الخير لك أولي السادة المشاهدين يعني في الواقع نحن نتكلم بواقعية وبعيدا عن الانحياز لأي طرف في الواقع القوات الأمريكية هي صاحبة اليد الطولة في كل المنطقة وفي العالم لديها قواعد أمريكية ولديها قوة ضاربة في كل هذه المنطقة الآن هناك يعني الآن في المنطقة نجد أن جليد حديث القطب الموجودة الآن في العالم أمريكا يعني بدأت تقريبا يتكسر جليدها لذلك هناك روسيا طبعا الآن أمريكا تقصقص لها جنحانا من خلال حرب في أكترانيا لكن ما يخوط طبعا يعني ما يخوط في أمريكا هو الآن التنين الصيني الصاعد في المنطقة الذي يتوجب على أمريكا إعادة ترتيب الأوراق وإعادة زيادة عدد القوات المتواجدة في الخليج الواقع ما ذكرتوه في تقريبكم هو صحيح مئة بالمئة لأن إيران طبعا إيران تعمل بشكل دائم على قصة في السفن التجارية وتقوم بإطلاق النار عليها أيضا وتأخذ ما تشاء وتطلق ما تشاء وهي طبعا يعني صاحبة العصى الطويلة حتى يعني في موضوع تعريب النفط وكسر القواعد الدولية وكسر قرارات مجلس الأمن إيران هي الدولة الوحيدة صاحبة القرصنة وسباقة العمل في هذا المجال طبعا ماذا ذكرتموه في 35 و16 ومبارجة ومدمرة طبعا بإمكانها أن تمنع كل هذه القرصنة لإيران وتمنعها من القيام بأي طبعا استهداف أي سفيدة لكن أمريكا حتى الآن تتعامل مع إيران بمعاملة اللين يعني كيف معاملة اللين لا تريد هي أن تأتي في يوم وليلة وتقوم بتوجيه طيرانها وقواتها الجوية باتجاه إيران وبحرية إيران وقواعدها وغير ذلك هي يعني تريد أن تظهر للعالم تظهر للعالم بأنها هي سعيدة الموقف وأنها هي المسيطرة بعد أن طبعا هذا الكلام ليس جديد على فكرة الموضوع موضوع قديم موضوع قرصنة السفن من قبل إيران وأطلاق النار عليها واحتجازها وأخذ مثلا أحيانا مثل برميل مليون برميل مليون ونص برميل هذا موضوع قديم لم يعني لم تكن أمريكا لديها قرار حاسم وحازم في موضوع يعني كف يد إيران عن تلك المنطقة ما هي يعني بالواقع تهدف وراء هذا الموضوع الحصول على مكاسب الحصول على مميزات في المنطقة حتى من دول العالم أستاذ عبد الله لا تعتقد أنه أمريكا يعني تؤكد سيطرتها على الموقف هي من ربما فقط تستعرض قوة يعني لا تعتقد أن هذه التحركات وما سابقتها ربما من إرسال طائرات مقاتل إلى جانب سفن حربية أيضا يمكن أن يردع إيران بعد انتهاكاتها المتكالرة وتهديدها لسفن الملاحة نعم بالتأكيد حتى تبقى بعد أن جاءت أمريكا لبعض القطع أحيانا وسحبت بعض القطع البحرية والبوارج والسفن وحتى الطيران وأحيانا يعني غير عاجزة أمريكا عن إرسال مثلا طائرات أوكس وطائرات مختلفة استطلاعية ومقاتلة وقادفة وإلى غير ذلك من أجل سطح المضيخ بشكل كامل ومنع طبعا يعني منع إيران من قرصنة السفن السفن المنطقة التي لها الحق في استخدام هذه المضاعف ونحن نعرف بأن موضوع الميل البحري والأعماق والمياه الأقليمية طبعا إذا ما عدنا إلى القانون البحري الدولي نجد بأن إيران حتى ليس فقط في المياه الأقليمية وحتى من خلال سيطرة على مضيق هرموز هي الآن تتعدى أكثر يعني مما يسمح لها القانون الدولي والاتفاقيات بين الدول الاتفاقيات بين الدول يعني كل المضاعف في العالم هناك يعني يحكمها يحكمها قانون وكل الدول ملتزمة بهذه القانون سوى إيران لماذا إيران؟ لأنها ترى كما استفت بداية حديدة هي سياسة اللين هذه سياسة اللين يعني غير مطلوبة أو غير ملائمة لأمريكا يعني أمريكا هي الدولة العضة التي تستطيع أن تأتي بأساطيل هي في أي موقف يعني مثلا في حرب الخليط جاءت بالأساطيل وجاءت بالقوة الجوية وجاءت بالصوري حتى تستطيع من المحيط الأطلسي والمحيط الهادي أن تهدد أن تهدد إيران وتستطيع أن تكون في يدها لكن هي عبارة عن مناورة هذه المناورة براغماتية براغماتية تريد منها أمريكا أن تضع هذا الموضوع على طاولة وهذه الطاولة لا يكون أحد عليها سوى أمريكا ويوزى المكاسب على الدول والحماية طيب هنا بمقابل الاستعراض الأمريكي ومحاولة فرض القوة قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني يصرح علي رضا التنكسيري يقول أن بلاده سترد على أي تحرك يهدد وجودها في الخليج العربي هل تستطيع إيران الدخول بمواجهة مباشرة مع أمريكا إذا كان تنكسيري يقصد أمريكا؟ يعني لا هي أمريكا ستقصد في القوات الإيرانية في الخليج ولا إيران سترد على أمريكا لأن هذا الموضوع ليس وليد الآن ليس وليد الحاضر الحالية ليس هو فعل مضارح إنما هو فعل أصبح من الماض يعني إيران قرصنت قتلت ضربت خطفت أخذت كل شيء أمريكا موجودة لم تردعها لم تتخذ أي تدبير يتعلق بالقوانين البحرية الدولية حتى في المجلس الأمن في إثارة هذا الموضوع أمام القوات مثلا لديها أمريكا من قوات المارينز من القوة التي تستطيع أن تمنع إيران من تنفيذ أي عملية قرصن أضف إلى ذلك يعني إذا جئنا من حيث الموضوع تخدير الموقف العسكري نعم هناك أهداف موجودة لأمريكا في المنطقة مثلا تقع ضمن المحيف أو من القطاعات الإيرانية أو ضمن الأمدية المجدية لسلاح الإيراني في المنطقة ونحن نتحدث هنا عن سلاح باليستي وسلاح صواريخ بعيد مدى ومتقصفة أيضا هناك تفاهم في الواقع يعني مهما وصلت الأمور بين إيران وأمريكا لا يمكن أن تصل إلى قطع الشعر الأخير أو عملية الاصطدام في تلك المنطقة لأنه أيضا يعني أيضا إيران تقدر الموقف الأمريكي وتعلم من هي أمريكا في الواقع ليس يعني عبارة عن اختبار صبر أمريكا لا هو يعني تعلم بأن أمريكا إذا ما جاءت وإيران إيران طبعا أيضا لا حطوط خمرة تتحرك ضمن هامش وهذا الهامش معطى لها من ربما من دول سيد عبدالله هذه الصورة التي تذكرها اليوم أو الآن يعني إيران وأمريكا ليسوا بتماس مباشر وليس هناك صدام مباشر وحقيقي هل المراد من كل هذه الحركات والاستراتيجيات هو تخويف دول الخليج أو استخدام إيران شرط الخليج مرة أخرى أنا بالبداية قلت ابتزاز كل الدول ابتزاز كل الدول لكن في الواقع إيران هي فزاعة لدول الخليج نعم بالتأكيد إيران هي فزاعة لدول الخليج من أجل أن تأخذ يعني عندما جاء على لسان ترامب نحن يجب عليكم أن تدفعوا لأننا نحن نحميكم نحميكم من من؟ من إيران إيران هي بين قوسين يعني المعدرة على هذا التعبير لكن هذا يجب أن يذكر أزعر المنطقة إيران وأدرعها في المنطقة هي أزعر المنطقة لديها أدرع لديها جيوش تتشكل على لسان قائد الحرص التوري أو وزير الدفاع أو على لسان قاسم سليماني المقتول سابقا قال لقد شكلنا خمس جيوش في المنطقة في دول عربية من جيش جيش نظام الأسد جيش السوري والحوثيين وحزب الله وإلى ذلك إذن لها أدرع هذه الأدرع في هذا الإطار هل وفر التقارب الخليجي مع إيران أمن للملاحة البحرية فضلا عن الملفات الأخرى لا بالتأكيد لم يؤثر طبعا هذا وقتي ربما أنا وافقك بشيء جزئي وقتي لكن على المدى البعيد الآن بعد أن تم التقارب بين يعني والتفاهم بين السعودية وإيران وأيضا أدى ذلك إلى التفاهم بين السعودية وبين نظام الأسد الآن إيران يعني خلقت موضوع مثلا حقل الدرة يعني هي بشكل دائم إيران ليست من الممكن إيران لن تستجم مع دول المنطقة لأن إيران لديها لديها استراتيجية تختلف عن استراتيجية كل منطقة يعني من ترى من ترى في الدول العربية هي بعد جيو بولتيكي لها وبعد جيو استراتيجي لها لا يمكن أن تتحد مع دول المنطقة هي ربما في بعض الأوقات ربما ترى بأنه يجب أن تتقرب أن تكون مثلا طبعا نتيجة ربما مثلا ضائقتها الداخلية أو أوضاعها الداخلية أو غير ذلك الأمور التي يتشكل لها ضائقة ربما تتفق مع الدول لكن في الواقع هي تسلم بيد وتطعم بيد أخرى يعني ما يجري مثلا مع العرب الآن بالكامل يعني عندها مثلا من دمر العراق؟ من دمر سوريا؟ من دمر اليمن؟ من دمر ربنان؟ هي إيران وستقوم وحتى الآن لديها أهداف بعيدة تدمير الخليج طبعا الآن هناك سلاح آخر هو سلاح المخدرات سلاح المخدرات أصبح هذا السلاح طبعا هناك إسكوبولار بشار أسد الذي طبعا ينوب سكوبولار الذي ينوب عن إيران في عملها في تدمير المنطقة للمخدرات وهذا يعتبر سلاح أيضا له أهمية كأسلحة كالأسلحة الفتاكة المدمرة من إسطنبول الخبير العسكري العميد عبدالله الأسعد شكرا جزيلا لوجودكم معنا شكرا جزيلا للمشاهدة